فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله فهذا كتاب الله يحمد بعض الأعراب ويذم بعضهم وكذلك فعل بأهل الأمصار فقال سبحانه ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم هذا فيه رد على بعض الخرافيين الذين يتقدون أن السكنة في مكة والمدينة مجرد السكنة ولو لم يعمل الإنسان شيئا أن مجرد السكنة يكفيه وأنه يدخل الجنة بذلك وهذا غلط كبير فإن البقاع لا تقدس أحدا لا تقدس أحدا إنما الذي ينفع الإنسان عمله في أي أرض كان لكن إذا كان مؤمنا وسكن في الحرمين وصلى في المسجدين مع الإيمان بالله عز وجل فهذا لا شك أنه يحصل على فضيلة الصلاة في المسجدين والسكنة في الحرمين مع ما عنده من الإيمان أما مجرد أن السكنة تكفي كما يظن بعض الخرافيين ولذلك تجدهم ما يصلون الصلوات المفروضة ولا يعملون الأعمال الصالحة ويكتفون بأنهم بجوار الحرمين الشريفين كما يقولون فهذا فيه رد عليهم قال تعالى ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم فالذي يكتفي بسكن الحرمين ولا يؤمن بالله ولا رسوله الإيمان المطلوب وأيضا لا يترك الشرك والبدع والمحدثات والخرافات ويزاولها في أرض الحرمين هذا أشد عذابا ممن زاول الشرك والبدع في خارج الحرمين